عمرك فكرت الفراشة بتتولد ازاي؟ طب كنت تعرف انها بتعدي باربع مراحل؟ الحكاية بتبتدي لما الفراشة الام تحط البيض على ورق الشجر ودي اول مرحلة مرحلة البيض ولما البيضة تفقس بيخرج منها اليرقة الزغيرة ودي تاني مرحلة مرحلة اليرقة بتخرج اليرقة الزغيرة جعانة فبتبدأ تاكل قشر البيض وبعدها تاكل ورق الشجر وتفضل تاكل وتاكل ولما تجبر تحط خيوت حواليها وتتحول لشرنقة ودي تالت مرحلة مرحلة الشرنقة بتفضل فترة مقفولة عليها في الشرنقة ولما تبقى جهزة بتخرج لنا فراشة جميلة ودي رابع مرحلة مرحلة الفراشة وبكده عرفنا ان دورة حياة الفراشة بتعدي باربع مراحل مرحلة البيض الزغير ولما يفقس تتحول ليرقة ولما تجبر تتحول لشرنقة ولما تبقى جهزة تخرج لنا فراشة جميلة وفي الآخر يلا بينا نتعرف على أجزاء الفراشة كل فراشة عندها راس وصد وبطن وأربع أجنحة وست رجول وعلى رأسها كرون استشعرية وبكده نكون خلصنا رحلة النهاردة